حزم أمني مكن الشرطة البريطانية بضباطها المتخصصين ووسائلها اللوجستية الكبيرة من الحيلولة دون وقوع أعمال شغب جديدة لكن عدم الانزلاق إلى العنف في صفوف متظاهرية اليمين المتطرف مرده أيضا برأي مراقبين إلى هذه المظاهرات المضادة التي أحدثت نوعا من التوازن مثلما أرسلت عبر الشعارات التي رفعتها رسائل مفادها أن جانبا عريضا من الرأي العام البريطاني مناهض للعنف والعنصرية إننا في وضع ملتبس للغاية وبصدق يجب التعامل مع هذا الأمر على المستوى السياسي أولا أريد أن أقول أن هناك الكثير من الناس غير سعداء في المملكة المتحدة ولكن هناك أيضا الكثير من الذين ضللوا ووضعوا جامعة بهم على الأقليات وهذا غير عادل أعتقد أن الشرطة قامت بواجبها على أحسن وجه بوضعها حدا لهذا السلوك العنيف غير المقبول في المملكة المتحدة لكن المراقبين يتوقعون أن تعود أعمال الشغب ولو بدرجة أخف وأنه بعيدا عن تبريرها سياسيا فإن الاضطرابات التي يشهدها الشارع البريطاني منذ أيام تشي بمشاكل تراكمت وحان أوان التعاطي معها بجدية نوع النقاش الذي على حزب العمال الحاكم أن يقبله لا بد أن يدور حول موضوع السيطرة على الهجرة بأكثر حزم من الذي شهدناه في الثلاثين سنة الماضية والحقيقة أن الجميع والكثير من السياسيين يبدون وجهة النظر هذه ولكن الحقيقة أن الهجرة ما زالت خارج السيطرة لحد الآن المتضرر الأكبر من اضطراب الشارع البريطاني هم المهاجرون الذين ساءهم أن يستهدفوا في مراكز الإيواء وعند مكاتب المحامات التي تنظر في طلبات اللجوء في النهاية تولد هذا الانطباع لدى الكثيرين بأنهم مهددين في أمنهم الكثير من الناس يشعرون بالأذى والغضب وهم يعانون من هذا الأمر وعندما تحدثنا إلى عدد من الجمعيات المدافعة عن المهاجرين أبدت تعاطفها ولكن تساءلت عن علاقتهم بكل ذلك بينما تواصل حكومة العماليين التعاطي بحزم مع اضطرابات اليمين المتطرف تعالت أصوات عدد من السياسيين للمطالبة بفتح نقاش في البرلمان يصفونه بالصادق والصريح لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء اضطراب الشارع البريطاني لقنواتي أبو ظبي كمال علواني لندن